السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وابطال تانية سانة وعمليني يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة ان شاء الله. في الفيديو ده هنشوف مع بعض آآ آآ قصة طبعا كنا اخدناها الترمي الاول. طبعا هم يعني قالوا ليه هتيجي قبل الامتحانات بحاجة بسيطة. فما الحقناش للأسف نزبطها في الترمي الاول لكن الترمي ده ان شاء الله هنزبطها. طبعا هنعرف بس تعريف سريع آآ بيه اللي هنعمل في الفيديو ده. وازاي هنمشي في القصة دي ان شاء الله. روء المسرحية دي. تمام? طبعا يا ابطال احنا عندنا. طبعا الوقتي انا هقول لكم الشخصيات دي وهقول لكم هفاهمكم بالراحة كده ادينا فيها ايه? بس عزاك بس تفضل معاني الاخر. آآ اول حاجة هنقولها الشخصيات آآ في الفيديو ده. تاني حاجة لازم نقرأ الكلمات دي ونفهمها كويس ونحفظها كويس. ونعرف ننطقها كويس. تمام? النطق مهم جدا يا ابطال. بعد كده بنشوف في غاية الاهمية دي. كلغة وكمدة وكفهم المسرحية. تمام? فانت لازم تهتم بالموضوع. انت بتتعلم. تمام? انت بتتعلم. فلازم تهتم بالموضوع. بغض النظر اللي هيجي بالامتحان واللي مش هيجي. انت بتتعلم. ده هيفيدك. تمام? آآ بعد كده بنشوف المتلزمات اللفظية والتعبيرات. وحروف جر وكده. بعد كده بيجي نص ايه? النص بتاع المسرحية. النص اللي بيتقال بالزبط كل واحد بقول ايه? طبعا ده نص كبير جدا 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 فاحنا هنتغاض عنه ومش هنقرعه. ما اللي مستر هنفهم ازاي الاحداث. الاحداث يا بطل بتجيه لك هنا. دي من بيجيب لك هنا يعني نقاط مهمة بيلخص لك النص اللي تقال فوق في العشر نقاط دول. عشر نقاط بيوضحوا لك النص. وطبع انا قرأت معظم النص وهشرح لك بهدوء وببساطة جدا عشان تفهم الموضوع رايح فين وجاي منين. ومين الكلام عليه. تمام? آآ وهتفهم خاص من خلال عشر نقاط دول. بالاضافة الى حاجات اضافية هشرح لك برضو. من خلال معرفتي بالمسرحية. تمام? دي تانية حاجة يا بناولة الشخصيات وبعدين الكلمات وبعدين الايه? النقاط الرئاسية في كل شابتر. وبعد كده طبعا عندنا تقريبا كم سؤال محلولين ومتجاب عليهم? عندنا تسعة خاصين بالعام. وعندنا آآ وعندنا كم سؤال خاص بالازهر? وعندنا برضو يجي اتناشر سؤال اربعتشر سؤال خاصين بالازهر. تمام? احنا عندنا كم وعشرين سؤال خاصين آآ بالشابتر. طبعا السؤال مترجم. والاجابة مترجمة. تمام? بس برضو لازم اقرأهم معاكم ونفسر اكتر. ونشرح اكتر لان لازم المعلومة تثبت في دماغك. الفكرة. الفكرة. لما تثبت في دماغك. لو جالك اي سؤال من خلال اللي انت فاكره وفهمه. اه هتعرف تكتب. حتى ما بقول لكش احفظ الاسئلة. مش بقول لك احفظ. تمام? ممكن اقول لك احفظ الاسئلة دي وخلاص. واكتب لك الاتنشر السؤال اللي عليك هنا دول. واقول لك يلا روح احفظ وخلاص. لأ. انا اقرأ لك الكلمات واشرح لك. واقرأ لك ويعني اقول لك التلخيص. وهناقش الاسئلة مع بعض. يعني لما نلاقش مسلا سؤال زي ده. آآ لماذا لما اتمكن آآ من قتل ليه ما ما عاملوش? ليه ما قتلوش? آآ. انت عارف عشان هو ما كانش للسلطة لكده. هو عاقبه بس. تمام? من خلال بقى الاسئلة. هنعرف الموضوع ده. ومن خلال الشرح اللي هنعمله والتلخيص اللي هنعمله. هتفهم هتتشرب الفكرة هتتشرب الاحداث وطرف الشخصيات كل واحد مع مين وكده. تمام? وفي الاخير هن ايه? هنحل الاسئلة بتاعت اللي مش متجاوبة. يبقى نقرأ الكلمات ونشوف اهم النقاط. وبعدين هنقش مع بعض الاسئلة اللي متجاوبة. وبعدين هحل معاك الايه? الاسئلة اللي مش متجاوبة. واوعودك ان شاء الله ان شاء الله بنهاية الفيديو ده هتكون يعني فهمت الدنيا وخلو انت مش محتاجة حاجة تاني. تمام? لو سألتك نقول بسم الله اعمل لايك بالفيديو. عشان فعلا فعلا بطعب كتير جدا في الفيديوهات دي. اه واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد في حاجات عظمة جاية في الفترة الجاية. اه في يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. طبعا عارفين اللي هو هاد اسمها كينج لير. ده الملك لير. تمام? كينج لير يعني الملك لير اسمه لير. كان عنده تلت بنات اللي هم طبعا لو انت سمعت اي حد بيتكلم على القصة في الترمي الاول هتعرف ان اه الملك لير ده اللي بناتو كل واحدة تيجي عشان اقسم عليكم التاريكة بتاعتي او المملكة بتاعتي كل واحدة تقول هي بتحبين اقد ايه. طبعا? طبعا جونريل وريجن كبيرة وريجن المتوسطة وكرديليا هي صغيرة. طبعا جونريل وريجن بدأوا بقى يقولوا ايه ده انا بنحبك بابا وانت 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 وفضلوا يقولوا عليه كلام كتير ايه يحب يسمعوا بس هم في الحقيقة مش بيحبوهم. كانوا بيخضعوا يعني. طبعا? او كورديليا كورديليا اللي هي الكويسة ايه يقول لبابا بحبك زي اي بنت بتحب باباها وكده. المهم قالت كلام ايه? ما عجبش باباها. فقامنا فيها وقال لها مش هتاخد حاجة واقسم المملكة بتاعته على جونريل وريجن. تمام? تمام. يبقى انا عندي كده اشرار. هنعتبرهم ايه? اشرار. جونريل وريجن اشرار. وكورديليا هي البنت الطيبة. تمام? ده اول حاجة عزك تعرف. تاني شخصيتين او تالي شخصيت عزك تعرفهم ايدموند وايدجار. ايدموند وايدجار دول اخوات. ايدموند ده شرير. تمام? وايدجار ده هو الطيب اللي كان بيحب بابا. باباهم مين بقى? ايرل اوف جلوستر. جلوستر ده ابوهم. ابو مين? ابو ايدجار وايدموند. وايدموند ده شرير وايدجار هو الطيب. ولكن ايدموند ده هو عمل خدعة علشان يخلي بابا اللي هو آآ جلوستر يكره مين? يكره ايدجار. تمام? يبقى ايدموند تآمر. على مين? على آآ بابا. اولا تآمر على بابا. ثانيا خلى بابا يكره ايدجار آآ وخليه نفيه. تمام? تمام. يبقى انا كده عندي دول الشخصيات الرأسية والله هيدور حواليهم الايه? القصة كلها. تمام. نشوف الكلمات وبعدين نشوف الاحداث. جاسوس يعني سباي. جاسوس يعني سباي. وهنحتاج الكلمة دي في ايه? انا قلتلك هنا ان آآ ايدموند تآمر مين? على بابا جلوستر. تمام? تآمر عليه ازاي? قال له واحد اسمه كورنوال وهيجي او كورنوال وهيجي الوقتي نتكلم عن الوقتي قال له ان ابو يا جلوستر ده جاسوس عندي ملك فرنسا. جاسوس عندي مين? عندي ملك فرنسا. يبقى ايدموند المؤامرة اللي عملها لبابا راح قال لكورنوال ان بابا جاسوس عندي ملك فرنسا. وكورنوال طبعا ده ما بيحبش بابا ايدموند اللي هو جلوستر. تمام? يبقى سباي. جاسوس. انتقام او ثار. ريفنج. ريفنج يعني انتقام او ثار. خائن. تريتر. تريتر يعني خائن. عربة تقروها الخيول كاريج. كاريج. اه جنون مادنس. مادنس. يغدى ديسيف. ديسيف. يقاطع انترابت. انترابت. كان مادفغات الاهمية او يا شباب الله. يخون بتري. بتري. يثبت او يبرهن. بروف. بروف. يعالج. كيور. كيور. سلطة. اوثوريتي. اوثوريتي. يرقى نيل. الكي مش بنطاها. نيل. عدو. انيمي. انيمي. يؤيد او يرمز الى. طبعا الماضي منها. دي اهم الكلمات يا ابطال. حفظ. حفظ حفظ. تيك ريفنج فور. تيك ريفنج فور. يعني ياخذ انتقامه او ينتقم لي. تودو سمثينج. ان تفعل شيء ما باد. سيء. بيكوز سموان. لان شخصا ما has done something bad to you. يعني تعمل حاجة بحشة او سيئة. لشخص ما عمل حاجة وحشة معك. اللي هو يرقع. تمام? اللي انت بتبقى بتتحرك او جسمك بيكون في وضع اللي انت يعني قاعد على ربتك. تمام? و اه رجلك ايه? في مستوى اه منخفض بتبقى راقع يعني. تمام? اللي هو يخون والكلمات انت قادمة كتير. استقادمة في ايه? ان ادمند بتريد هز فاذر. اللي هو غلوستر. تمام? استقادمة في ايه? ان ادمند بتريد هز فاذر. خان مين? خان بابا. خانوا فقال له ايه? قال لكورنوول اللي ايه ان اه بابا ده بي جاسوس لبتاع فرنسا. تمام? ماك فرنسا. بتريد تو جيف انفورميشن about somebody or something to an enemy. اه هي دي بقى. طب ليه اه اخانوا ازاي طب الخيانة في ان هو ادمند يقول لكورنوول ان بابا بي اه جاسوس. اه لان كورنوول ما كانش بيحب اللي هو بابا ايدمند. ما كانش بيحبه. ليه? لان هو كان صديق الملكلير. وكورنوول ده ما كانش بيحب الملكلير. فما كانش بيحب كمان اصدقائه. وضحت كده? تمام. هتوضحها اكتر. لان ده ده النقطة دي نقطة الخيانة دي هي اللي بيدور حوالها معظم احداث. اه انك تعطي معلومات لشخص ما او اه اه تعطي معلومات عن شخص ما او شيء ما للعدو. تمام? ترجن. ترجن يعني يخون. ترجن يعني يخون. او خيانة سوري. the crime of doing something that could cause uh danger to your country such as helping its enemy during a war. ولكن اه اه جريمة اه القيام بشيء ما الذي يمكن ان المسبب الخطر لدولتك مثل مساعدة العدو اثناء ايه اثناء الحرب. تمام? سلطة authority. authority يعني سلطة. the power to give orders to people. قوة اعطاء اوامر للناس. تمام? the power to give orders to people. يخدع deceive. deceive. to make somebody believe something that isn't true. ان تجعل شخص ما يؤمن ان شيء ما ليس حقيقيا. او حقيقيا. يعني حسب بقى. حاجة حقيقية وانت بتقول له واحد اللي هي مش حقيقية. فانت كده. you deceive him. انت بتخدعه. طب لو الحاجة دي مش حقيقية وانت بتقول عليها اللي هي حقيقية. فانت مرضو بتعمل هنا deceive. تمام? اللي انت بتخدعه. تمام يا ابطال? take revenge for? ينتقم لي. wait for? ينتظر لي. have revenge? يأخذ بالثقر. get rid of? يتخلص من? take away? يبعد او يتخلص من برضو على فكرة. send a message اللي هي ايه? اه يرسل رسالة. يرسل ايه ابطال? يرسل رسالة. تمام? دي كانت اهم الكلمات اللي لازم تحفظها. مهمة جدا جدا جدا. تعالوا بقى يا ابطال نشوف اه المين بيانت. ولكن ايه? ادمند تلز كورنوال ده يا شباب. زوج بنت كنجلير. زوج ريجن. زوج مين? ريجن والكورداليا. زوج كورداليا. زوج كورداليا. زوج كورداليا. تمام? يبقى ادمند تلز كورنوال. اللي هو زوج كورداليا. اللي مش بيحب مين ابوه. ذات هز فاضر ان بابا. بابا بمعه دوك اوف كولوستر. is disloyal. disloyal يعني ايه خائن. تمام? وبيكتب خطابات لملك ايه? لملك فرنسا. ملك فرنسا ده مين? اللي خد كورداليا. بنت كينجلير الصغيرة. اللي هو نفاها. تمام? خدها. واتجوزها واعدت معه في فرنسا. فقد مند بقى راح قال له كورنوال اسمع يا كورنوال. بابا يا جولوستر خاين وبيبعت الاخبار لملك فرنسا ان احنا طبعا كورنوال وكورداليا وريجين واجونوريل كل دول كانوا ضد الملك وكانوا يعني بيعملوه واش لما سبوه في العاصفة والحاجات دي. فقال له الحق الحق جولوستر بابا بيخنى وبيكتب خطابات لملك فرنسا ها هنا بقى ايه? لان تبليه هو خايف ان يبعت اه خطابات لملك فرنسا لان ملك فرنسا هيقوم جاي. عشان ايه? ينقذ الملك منهم. وبالتالي المملكة مهددة. كورنوال از ابسد. اتضايق جدا. او ريفنج. وايه? كان عاوز ينتقم. تمام? كورنوال وعد ايدموند بقى وقال له ايه? انت اللي هتكون ايه? اه اه هتكون انت اللي هتاخد منصب باباك بعد ما ايه? ما نعزله. مش اخوك. تمام? ايدموند ايدموند وعد ان هو اه وعد ان هو يظهر الولاء لميل كورنوال. through proving that his father is guilty. عن طريق اثبات ان والده مذنب. يعني ايدموند ده بيتقامر على ابو مع كورنوال. تمام? تمام كده. اه ده مش هتتاني بقى. احنا استفدنا من الحتة دي ايه? قال لكورنوال ان بابا اللي هو بيخونه وبيبعث خطبات لملك فرنسا بيبعث له فيها الاخبار. ف زعل جدا وغضب جدا وكان مضايق جدا. وعايز ينتقم من اللي هو ابو ايدموند. وقام ايدموند اه وعد الملك اللي هو كورنوال اللي هو يبقى اه يظهر الولاء عن طريق اثبات النبوائي مذنب. تمام? مش هتتاني اميله اه كنت. جلوستر قال لي كنت ده ده كان الدراع اليمين اللي نصحه وقال له يا كنجلير يا مالك سب بنتك الصغيرة وبنتك بتحبك ما تنفيهاش ما تزعلهاش ما تاكلش حقها وتدير اخوتها التانيين. بس كنت برضو ام كنجلير اقول له انت مالك انت وقامنا فيه هو كمان. طبعا بعد ما المالك بقى اكتشف الحقيقة. كنت جاء عشان ينقزه ورجع تاني بقى مع المالك. تمام? يبقى وكانت وكينجلير تاتا دول مع بعض كده تمام? اه انه ياخد مين? ياخد المالك كويكلي بسرعة. ده مكان عالي كده في تلة. او على هضب مسلا او جرف. مكان امن يعني. ليروحوا هناك. لان ده موضع سؤال. في بعض الناس هناك ممكن يساعدوهم. ادجار باهم ايل. اه 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 اطفال المالك اللي هما بتات بنات. كورداليا. جونريل وريجين. او يقصد هنا البنتين. يقصد هنا اه جونريل. ويقصد ايه ريجين. يقصد وبيقولهم ايه بقى? عملوا مع باباهم. اللي باباه عملوا فيه. تمام? يعني ولاد كينجي لير طردوه برا. ولما كان في العاصفة ماردوش يدخلوه. ده اللي البنات عملوه في مين في كينجي لير. ناحية التانية بقى. بابا ايدموند او بابا اه بابا ايدجار هو اللي طرد ايدجار وقال له امشي مش عايزك. نفا. تمام? الحتة برضو ما اوضع سؤال. ازاي? ان كينجي لير. كينجي لير. اه 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 جلستر متشابهين. او ايدجار متشابهين. اللي هما اتنين اضطردو. تمام? تمام. الحتة التانية بقى. كورنوول اسكز جونريل. كورنوول اسكز جونريل. كورنوول اسكز جونريل. هاسبنت اباود جلستر. اه كورنوول اه طلب من جونريل تو تيل هير هاسبنت ان هي تخبر زوجها عن جلستر. بيينج اتريتور. اه. كورنوول اه لجونريل ان هي تقول لزوجها اللي هو مين? الباني. ولسه نشوف الوقت. كورنوول زوج ريجان. اه ان يقول لجوزها ان جلستر خاين. and about the الفرنش ارمي. وعن ايه? الجيش الفرنسي. طبعا هو لما بعت لهم الجيش الفرنسي قال بقى لا احنا هنجهز الجيش علشان نروح ننقذ مين? ننقذ الملك. كورنوول امر الخدم بتوعه ان هما مين يعتقلوا? اه جلستر. اللي هما يعتقلوا من جلستر? ازاي ده خاين? ازاي يروح يقول لي ملك فرنسا? تمام? كورنوول برضو امر ادموند اللي هو صاحب المنصب الجديد ده. اللي هو يبقى مع مين؟ مع الجنرل. in order not to see what will happen to his father. يعني قال له خليك انت هنا وهو عارف ادموند عارف ان هما حبسين بابا. وعارف اللي كورنوول هيروح يعاقبه ويئزيه. وبرضو ايه? لا يستطيع قتل غلوستر ليس لديه السلطة بس هو ممكن يعاقبه تمام غلوستر اعتقله وتم قلبه امام كورنوال زوج مين زوج ريجن اللي هي البنت الوسطى لكن جير هما اتهموا انه هو خائن تمام تمام حصل بينهم خناقة اتخانق مع غلوستر كانوا يتخانقوا بالسيوف طبعا و ام ضربوا ايه على وشه بالسيف اكيد في صورة هنا اها الصورة دي بتخانقوا لما راح له السيجن و ايه و كده ف ايه ام ضربوا بالسيف على وشه تمام طبعا من الخبطة جات على عينه او حاجة زي كده اصبح اعمى الان لما الجنود بقى اه طبعا جلوستر دا كان معه برضو شوية جنود السيرفانت او خادم سيرفانت الخادم تقاتل مع كورنوول لما شاف ان هو ضرب جلوستر و واندس هم بادلي وعوره جامد يعني تمام اصابه بجراح خطيرة او جرحه يعني لما طبعا الخادم دا ام ضارب كورنوول ميراته اللي هي ريجن او ريجن ام اتقال له مهرابيا انا هسيب جوزي يضرب وانواقفه امت مش هم مرة ضرعتها و امت واخده سيف و امت قتلى مين قتلى الخادم اللي عور جوزها تمام ريجن قتلت الايه الخادم مين بقى الخادم دا يبا لما يجي لك سؤال اقول لك من اللذي جرح كورنوول هتقول اصيرفانت تمام جرح مين كورنوول و اخبره جلوستر ان هنا بقى لحظة الحقيقة بالنسبة لجلوستر وهو اللي قال لنا ان انت خنتنا شوف بقى يعني هنا كورنوول افشة السر بتاع ايدموند وقال لجلوستر قال لبص يا جلوستر ابنك ايدموند دا بيكرهك وهو اللي قال لنا ان انت اللي بتخنى طبعا الحقيقة اكتشفت الوقت عند مين جلوستر وعرف ان ظلم ابنه ادجر لما نفاه تمام تمام نشوف فينا جلوستر بقى لما سمع الكلام دا طبعا نهار وندم بيندم او ندم اللي هو وثقة ايدموند ويعرف بقى ان ادجر ابنه اللي هو نفاه هو اللي كان المفروض يثق فيه تمام ريجن orders the servants ريجن امرت من الخدم امرت الخدم ان هما يشيلوا برا القصر اللي هما كانوا فيه وهي ام اطلعة هي كمان من ايه من الاا وهي ام اطلعة مع جزها مين المصاب تمام دي كانت ده كان الشابطر الاول الشباب تمام ده كان الشابطر الاول بس كده دعالوا بقى نشوف بعض الاسئلة بقولك هنا ايه ادموند واز ان ايفل ادموند ده كان شخص يعني ايفل تريتور يعني خائن شرير ايفل ما تنساش المصطلح حبطي ايفل تريتور يعني خائن وشرير اشرح ده ومن غير ما تشوف الاسئلة ليه ادموند كان شرير تقول بالعرب الاول بعدين نشوف اولا لانه كان اناني وتقامر على بابا تقامر ايه تقامر ايه تقامر على بابا تمام وخلى بابا كمان يقره اخوه اللي هو مين اتجر تمام تعالوا كده نشوف عمل وقيعة بين بابا وبين اخوه يبقى يبقى ده اول سبب ان شرير اللي هو تقامر على اخيه وخان ابوه تمام اتجر مما ادى اللي ايه ان بابا بقى بقى مضايق على اتجر تمام يبقى اول حاجة هو تقامر على اخوه اتجر ده اول حاجة تاني حاجة قال ايه اه لكورنوال وريغان ان ابوهم بجسوس لمالك فرنسو يبقى ده اول حاجة ده اول حاجة دول حاجتين اللي هو كان وحش فيه تمام لماذا تعتقد ان اودموند كان عنده شخصية شريرة جدا طبعا زي ما احنا قلنا فوق ممكن تقول نفس الاجابة تمام ممكن تقول ده بس هنا برؤيك لماذا كان اودموند ذو شخصية شريرة الى هذا الحد ليه كان شرير الى كده لانه كان اناني ده بقى حاجات يقولك ايه كان شخص اناني كان بيهتم بنفسه فقط وعايز السلطة نفسه كان عاوز ياخد كل حاجة على حساب اي حد تاني لو انت كتبت خدت الدرجة بتاعتك لانه كان شخص اناني وخلاص تمام هل تعتقد ان جلوستر فعلا كان خائن طبعا لا لا اعتقد ذلك هو كان يعني مخلصا اولاؤه للملك الشرعي تمام يبقى جلوستر ما كانش خائن كان ولاؤه للملك was loyal to سيش مستلحة دي was loyal to the king كان ملك كان ولاؤه للملك in your opinion في رأيك كيف ان جلوستر والملك لير متشابهان اه ولك هنا they were both betrayed by their children هما الاثنين تم خداعهم او خيانتهم بواسطة ابنائهم اللي حصل بقى ان كينجلير اتخان من بنتين بتوع اللي هما و جلوستر اتخان من ادموند تمام تمت خياناته بواسطة بنتينه اللي هما بنته كبيرة وبنته اللي بعدها و جلوستر was betrayed by his younger son اللي هو ادموند تمت خياناته بواسطة ابنه الاصغر ادموند do you think جلوستر deserved what happened to him هل تعتقد ان جلوستر يعني deserved يعني استحق ما حصل له ليه او ليه لا لا اعتقد انه ما يعني ما كانش يستحق he didn't deserve it هو لم يكن يستحق هو فعل ما كان اه صحيح وقانوني هو يقصد هنا هل تعتقد اللي هو يستحق اللي هو يستحق هل تعتقد اللي هو يستحق انه هو يضرب على عينه بالسيف من كورنوال ويتعمه لا ما يستحقش اللي ما يستحقش لانه هو كان عايز ينقذ ويساعد الملك عن طريق ايه انه هو يبعد خطابات لملك فرنسا انه ييجي ينقذ الملك تمام انما هو غلط في حاجة انه هو ايه صدق ادموند وطرد ابنه اه ادجار تمام في اعتقادك ما الذي يمكن ان يساعد الناس على التوقف عن الخلاف والعودة الى الصداقة مرة اخرى ده سؤال محط امتحان تمام امام الناس يجب ان يكونوا صابورين ويدعمون ما هو حقيقي وليجل قانوني او شرعي تمام ما الذي تعتقده ان ادموند وغنوريل وريجن متشابهان فيه او يقتسمون او يتشارقون فيه في اعتقادك ما هو الشيء المشترك بين ادموند وغنوريل وريجن اللي هم اخانوا باباهم they were not loyal to their fathers هم لم يكونوا مخلصين لأيه لوالديهم تمام لم يكونوا مخلصين او اللي هم betrayed their father انتم ممكن تقول لك they betrayed their fathers تمام هم اخانوا والديهم تمام او اباهم what did edgar and cordelia have in common اه ايه بقى ال edgar و cordelia كانوا متشابهين فيه او مشترك بينهم اللي هم كانوا بيحبوا باباهم they both were loyal to their fathers كانوا مخلصين لوالديهم يبقى التاتة دول اشرار التاتة دهم اشرار اللي هم ادموند وغنوريل وريجن انما اللي اتنين ده هم حلوين اللي هم مين ادجار لحظة كده ادجار ومين ادجار حلو وكورديليا حلوة دول اشرار خانوا باباهم ودول حلوين كانوا بيحبوا باباهم تمام كده ابطال تمام تعال نشوف اللي بعد كده هل تعتقد ان معظم الناس يختلفون مع الاصدقاء والعائلة في بعض الاحيان يس الاختلاف عادي ولكن ما يوصلش على انها انظر بعض اسئلة الازار بابا اقولك هنا ما الذي ادمند اتهمه ادمند والده ان هو بيبعد he accused him of being a spy to the french king واتهمه بالتجسس او انه كان جسوس لصالح ملك فرنسا تمام او ممكن تقول لو لابد صعبة عليك ممكن تقول he said هو قال that ان his father بابا is a spy يكون جسوس بس he said that his father is a spy هو قال ان ابو جسوس بس يعني اهم حاجة تضيب كلمة تصبعي تمام what reward did ادمند get for plotting against his father ما المكافأة التي حصل عليها ادمند نظير تأمره على والده plot هنا يعني يتأمر هيبقى ايه he was promised to be the next duke of gloster طبعا هده لقب هاياخد لقب بابا تمام زي ممكن تكون ده امير مسلا اه او رتبة عالية يعني تمام رتبة عالية في اه في المنطقة عندهم هناك تمام في الحرب تأتي تمام he was promised to be the next duke of gloster كان هيبقى ايه يكون duke gloster القادم او ممكن تكون gloster دي يعني اسم المكان اللي الرجل بيمساقه من الذي ساعد في اخذ الملك الى دوفر طبعا دي المنطقة الامنة اللي فيها ايه اللي فيها الناس اللي هيساعدوه gloster ساعده وكنت زي ما قلنا او ادجار with others وبعض الناس الاخرين how did cornwall describe gloster كيف وصف كرنوال gloster وصفه بايه هو خاين he described him as a traitor he described him as a traitor خاين why couldn't cornwall kill gloster لمقدرش يقتله زي ما قلنا اللي هو didn't have the authority لم يكن لديه السلطة who is really cruel regan or gloster why من كان حقا يعني قاسي من هو القاسي حقا regan اللي هي بنت كينجيرس الوسطى ولا gloster هتكون طبعا regan was cruel she took half of her father's kingdom and then brought against them ليه هي خدت نص مملكة باباها مع ذلك برضو تأمرت عليه جشعة تمام how did regan describe her father كيف وصفت regan والدها كيف وصفت regan والدها described اللي هو مجنون mad king as the man the mad king تمام how did gloster lose his side ده مهمة جدا كيف فقد قلستر بصره لما كورنويل ضربوا عليه بالسيف كورنويل ضربوا بالسيف كورنويل ضربوا بالسيف بتاعه who was كورنويل badly wanted by اه كورنويل اتصاب بشكل بالغ من سبب مين بسبب السيرفان كيف قالت لك when did gloster know that he should have trusted his son ادجار متى علم او عارف gloster انه هو كان المفروض يثق في ادجار اه امتى لما كورنويل ضربوا على ضربوا بقى اعمى وقال له ان ابنك هو اللي انت خين when regan told him عندما اخبرته regan that his son ادموند ان ابنه ادموند told them اخبرهم that his father ان والدهم betrayed them ان والدهم ايه خانهم i trust you انا بثق فيك ادموند and you will find me to be a better father than he is طبعا من اللي بتكلم هنا كورنويل بيقول لي مين بيقول لي ادموند بيقول له هتفضل هتبقى احسن انا هبقى اكون اب ليك احسن من بابا gloster قالك هنا who is the speaker من المتحدث why do they see this لماذا هم قالوا ذلك طبعا متحدث كورنويل المين لأدموند ليه he thinks his father gloster is a traitor لانه اعتقد او بيعتقد ان بابا traitor خائن of course he is wrong to trust ادموند وبالطبع هو كان مخطئ ان يثق في ابن ادموند the poor king الملك المسكين his children have done to him what my father has done to me ولاده عمل فيه اللي بوايا عمل فيه who is speaker مين المتكلم طبعا ادغر why do they say this لماذا قال ذلك ادغر say this to himself المين لنفس when كنت starts to take the king to دوفر لما كنت بدأ ياخذ الملك لدوفر he realizes that the king is tutors are as cruel to لير as غلستور has been to him وقال كلا طبعا ده الشرح اللي هنقوله هو ادرك ان بنات كانوا قاسين مثل ما او عاملوه بقسوة مثل ما بابا غلستور ده عامل او او اتعامل معه تمام كما تقطوش اللي بيقولك i am sorry because the trust is so sad the truth is so sad انا اسف كورنوول لان الحقيقة محزنة من المتكلم من ليه قال كده طبعا ده قال له ادمند دخل على كورنوول وقال له انا اسف يا حق كورنوول انا عارف ان الحقيقة صعبة ولكن ده خطاب بيثبت النبو جلوستر جاسوس لملك فرنسا تمام ده الله حصل بصوت ما المتحدث ادماند ماذا يقول ذلك because he says he has a letter هو مخطاب that الذي proves يثبت جلوستر النبو جلوستر is a spy يكون جاسوس يعني هو رايح لجزل بيت ريجان يقول له ويقول لها النبو يا خاين انت واد عايز الحر ادموند told us that you betrayed us ادموند قال لنا اللي انت خنتنا ماذا بتكلم ريجان وهو وجوزها كورنبو he will not help you لن يساعدك who is the speaker why do they says this ليه قالوا كده طبعا ماذا بتكلم ريجان ومين كورنبو when he asks ادموند to help him عندما طلب من ادموند اللي هو يساعده طبعا لما ضربوا على وشه يعني طبعا ايه اتعمدت وكده فقال له ادموند ابني ساعدني فريجان قامت لا 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 مش هيساعدك مش هيساعدك هو ايه طبعا زي ما قلنا فوقه هو بيكرهك وهو اللي قال قال لنا اللي انت بتبعت خطابات للحق بتاع فرنسا ملك فرنسا تمام نروح بقى ابطال للأسئلة اللي هنفوض نحلها ادموند كان شخص يعني بدون مبادئ يعني مبادئ هل تتطفق مع هذه الجملة هتقول طبعا يس اي دو او يس اي اجري واي واي نوت هنقول لانه خام بابا وكان اناني وقال لملك لكورنوال اللي هو جوزريجان ان ابو كان ايه كان جسوس لملك فرنسا احنا ممكن نكتب ايه ونقول تمام هنكتب هنقول يس اي اجري بيكوز هي واس سلفش كان اناني and betrayed his father وخان والده خان ايه ابطال خان والده تمام تاني السؤال بيقولك هنا انه من الصعب لي او من الصعب علي ان اكتشف تلك الحقيقة المريعة هل مني بيتكلم اصلا كورنوال قولي ايه ايه ده انا مصدوم اوي صعب علي ان انا اكتشفت الايه الحقيقة دي حقيقة ايه اللي ادمند قاله ان ابوه كان ايه كان جسوس فهنا بيسألك السؤال يقولك هل تعتقد ان ادمند كان بيقول الحقيقة طبعا هيقول له لا ادمند ما كانش بيقول الحقيقة ليه لانه وكان ولقو للملك تمام مش متفق مع كده لأنه قال لكورنوال ان ابوه كان جسوس ذلك لم يكن حقيقيا هذا لم يكن ايه لم يكن حقيقيا تمام السؤال بعد كده هل تعتقد ان ادمند استفاد من كذبه هل تعتقد ذلك لا كيف هاو هنشوف هاو الوقت يبقى هنقول لن يثق فيه مرة اخرى تمام وكمان مش هيكون مش هياخد المنصب ده او اللقب ده تمام اللقب الامير ده تمام مالذي يعنيه كونوول بهذه الكلمات يعني ان هو هيعاقب يعني ان هو هيعاقب مين هيعاقب بلوستر وفي بيته يعني تشوف البجحة ده ممكن نقول he meant that he wanted to kill بلوستر but ادمند told him that he is a spy تمام او بيكوز هو عاني ان هو عايز يقتل مين بس طبعا ما اعتلوش وعاي كان عايز يعقبه but بسبب ان ادمند ايه اخباره ان هو كان جسوس اثبت ان هو كان صديق جيد ل السؤال ده موضع امتحان ركس فيه هل تتطفق مع هذا لانه ساعد الملك اللي هو يروح دوفر علشان ايه يحمي وفي ناس هناك تمام لما قال اللي كانت خد الملك يا وديا كانت واطلع فوق التلة في ناس هناك هيساعد تمام لو انتو هنقوم هنا هم ممكن يتقتل تمام لانه كان في خطة اللي تم التخلص منهم عشان ايه الحكم يبقى سالك لمن لكورنويل والريجن والباني دلالي سهيجي اللي هو بجوز جونرال بناته او ولاده فعلوا به ما فعله بابي ما الذي تعتقده ان ادجار يعنيه بتلك الكلمات يعني بيقول ان طبعا زي ما قرأنا فوق ان تم خيانته تم خيانة ادمند ادمند خان باباه والبنات خان وبرضو باباه فاحنا ممكن نقول هنا هو قاصدة او عنية ان لير تم تخياناته بواسطة بنتينه اللي هما وغلستر تم تخياناته بواسطة مين ادمند سؤالكم تماني يقولك هنا فاين دات تريتور غلستر اجد او هاتلي الخائن غلستر ده هتا اعتقد انه غلستر فعلا تريتور الوخائن ليه ولا لا انا ما اعتقدش كده ليه اعتقد انه حالينا سؤالة جيدة يعني شكل ده الوقت فاعنا ممكن نقول انا مش مش شايف الوخاء لان ادمند قال ان هو جاسوس بس هو لم يكن ايه لم يكن جاسوس وما كانش خاين تمام وكمان ممكن نقول لانه كان ولاء للملك ولاء المين للملك رقم 9 ولك هنا لماذا تعتقد ان غلستر والملك ذهبوا الى دوفر لانه كان في ناس هناك هيحموهم تمام ممكن نقول هنا في النقطة دي لانه كان في ناس هناك هتحميهم ما رأيك في الطريقة التي تعامل بها مع عندما تقابل كانت طريقة قاسية جدا طبعا ممكن نقول هنا حاجة بسيطة خالص اللي هي يعني كانت طريقة قاسية جدا كيف فقاد غلستر بصره لما كورنويل ضرب بالسيف اخر سؤال ولكن على الرغم من ان ادمن لم يرى ما حدث لأبي هو مسؤول عن كل اللي حصل لبابا هل تتطبق مع ذلك لأيه لأنه قال لكورنويل أن بابا جسوس لملك فرنسا تمام ممكن نقول لأيه ممكن نقول هنا لأنه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته موسيقى موسيقى